طيب هنروح لخبر باراليمبي احنا كده طبعا خلصنا سابقا أخبار النادي الآلي هنروح لخبر محلي والأخبار المحلية بيتصدر المشهد شريف عثمان يتوج بذهبيت بطولة العالم من رفع الأثقال الباراليمبي الحقيقة ده إنجاز كبير جدا بطولة العالم اتلعبت حق المديلة الذهبية طبعا شريف عثمان في بطولة العالم وتتلعب في جورجيا في الفترة من 27 نوفمبر ولسه مستمرة لحتى 6 ديسمبر شريف حق المديلة الذهبية بعد ما رفع وزن 195 كيلو جرام في منافسات وزن 65 كيلو جرام المديلة دي هي الدهبية الستة لشريف بعد ما كان حقق خمس مدليات في بطولات العالم في الأعوام 2010-2014-17-19-21 يعني تقريبا كل سنتين بياخد بطولة أو كل ثلاث سنين ده إنجاز كبير شريف بطل بمعنى الكلمة بأمانة لأنه معاها ثلاث ذهبيات وفضية في الدورات البراليمبية وفخر للمصر كلها من نتمنى له كل الخير في البطولات اللي جاية كمان مصر دلوقتي معها أربع مدليات في بطولة العالم دي ذهبيتين من نصيب شريف عثمان ورحاب ردوان وبروزينتين من نصيب برون زيتين عشان نقولها باللغة العربية ومن نصيب فاطمة عمر وطه عادل خلينا أقول لكم حتى على المستوى البراليمبي شايفين المرأة يعني أربع مدليات اتنين من نصيب السيدات واثنين من الرجال يعني احنا كلامنا مش كلام إنشاء كلام حقيقي دور المرأة دور كبير جدا وإحنا شايفين إن الفترة دي بيحصل تغيير حتى بفكر المجتمع إن المرأة مش بس نص المجتمع ولكن أنا من وجهة نظر الحقيقة هي أكتر من نص المجتمع لأن المرأة سواء أم أو زوجة أو بنت الأم بتربي نص التاني ما هو نص التاني الرجال من اللي بيربيه هو أمهاتنا كلنا فإذن الموضوع كله ودائما كنا نشوف المرأة المصرية في المقدمة ترجمة نانسي قنقر